التقى سمح شكري وزير الخارجية مع محمد الأمين سوي في المبعوط الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومالة ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية على همشي أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وفي مستهل لقاء وجه شكري تهنئة للمبعوط الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومالة ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية على توليه المنصب مؤكدا دعم مصر الكامل له ولولايته وشدد وزير الخارجية على الدور الهام الذي تطلع به بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في تدبيت الاستقرار لسيما في هذه المرحلة الدقيقة قبل أن تشهد البعثات خارجا كليا من الصومال في نهاية عام 2024 وفي ظل ما تريه مصر من أولوية لترسيخ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية وبحث شكري مع المبعوث الأفريقي تعاون القائم مع البعثة في مجال التدريب وبناء القدرات كما استعرض الوزير سامح شكري التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الإرهاب والتي كانت مبنية على مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمنية وإنما تمتد لتشمل أبعادا اقتصادية وتنموية واكتماعية وفكرية مؤكدا أن مصر على تم الاستعداد لمشاركة خبراتها مع البعثة الأفريقية في هذا الشأن